موسيقى صباح الخير ربما يسقيك المر في اللعبة السياسية الداخلية لكنه على طاولات القرار العربية والدولية وزير من رتبة رجل الموقف فجبران بسيل اخترق الإجماع العربي ووحيداً وقف يسجل اعتراضاً على بيان كان سيدين حزب الله بالإرهاب يدرك وزير الخارجية أنه يقول كلامه هذا في بحر تكتلات عربية ضاغطة وأن أي موقف سيبديه قد يكلفنا تسديدة عربية لا تحمد عقباها لكنه فعل واعترض وطلب حثف العبارات ولاق تفهماً على ما أقدم عليه لا بل واجه العرب قائلاً في حضراتهم تطالبون باحترام سيادة الدول فيما أي دولة منكم لا تحترم هذا القرار ديبلوماسية القرار المعترض أصبحت من العملة النادرة في زمن تقرر فيه الجامعة العربية فتح أبوابها غب الطلب قضايا ينظر بها على وجه السرعة دول تدمر بهدوء نبيل وصمت عربي سبق وغفل عن ضياع فلسطين من هنا يصبح بسيل بطلاً بين مجموعة ترفع اليد وأشياء أخرى حتى العراقي الذي اعترض في الغرف الداخلية سارع إلى التأييد والالتحاق بالإجماع العربي هذا الإجماع توصل إلى دعم السعودية وإدانة إيران ومع تأكيد لبنان على تضامنه مع السعودية حيال رفض التعرض للسفرات والبعثات الدبلوماسية فإن باسيل أعلن النأي بالنفس في القضايا الأخرى والاشتباك الإيراني السعودي حيث امتنع عن التصويت من دون تعطيل الإجماع العربي ولإيران موقفها من اجتماع القاهرة أبلغته إلى المبعوث الأممي استفان ديميستورا وأعلن وزير خارجيتها محمد جواد ضريف أن طهران لن تسبح للرياض بعرقلة جهود السلام المتعلقة بسوريا واصفاً سياسة المملكة بأنها مثيرة للتوتر في المنطقة على جبهة التوتر اللبناني فإن الحوار بفرعيه الصباحي والمسائي اليوم من شأنه لم الشمل وإن على طريقة التكاذب فالمتحاورون على اختلاف تنوعهم كانوا على جبهات المحاور السياسية وأطلقوا ذخيرة من الرصاص السياسي الحي التي كانت تكفي لدفن الحوار بما حمل لكنهم يناورون على اللبنانيين باجتماعاتهم اليوم كما ناوروا بخلافاتهم بالأمث والحرب بالمناورات مستمرة لكن أبلغها تلك التي يتربع عليها الدكتور جعجع في ورقة ترشيح العماد عون وقالت مصادر القوات أن الطرح جاد إنما سيحتاج إلى بعض الوقت لبلورة إخراجه قبل أعلانه على أن يكون مسبوقاً بسحب ترشيح جعجع وإلى أن يقبض على قرار أبو طلح السياسي في معراب فإن الإنجازات الأمنية لا تزال أصدق إنباء من الاستعراض الرئاسي وأبرز ما سجل تمثل في وضع أبو طلح الإرهابي أحد عناصر خلية تفجيري برج البراجنة في قبضة فرع المعلومات وهو إنجاز جديد يسجل للفرع اجتماع لوزراء الخارجية العرب بناء على دعوة السعودية لإدان الطهران تقرير من القاهرة لمالك الشريف كنتم خير أمة أخرجت للناس وإن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عبارتان تختصران القاعة العامة لجامعة الدول العربية التي احتضنت اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزري والذي انعقد بطلب من المملكة العربية السعودية لزمن مضى كان هذا الكرسي الفارغ محور الحدث هنا في القاعة مقعد سوريا فارغ وغائب عن المداولات أيضا بيان مجلس التعاون الخالجي قبل ساعات من الاجتماع الوزاري العربي حسم الكثير من المواقف بقيت الأنظار متجهة إلى لبنان والعراق والجزائر دولة الجزائر حسمت بدورها تمثيلها بمدوبها الدائم في المنظمة العربية وليس بوزير خارجيتها وفي الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس الجلسة وزير خارجية الإمارات والدعي للجلسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حددت معالم العلاقة المقبلة مع إيران نرفض رفضا قاطعا سياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية ليس لدي أدنى شك في اطلاع مجلسنا بمسؤوليته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قراراتها انتهى المعلن وبدأت الجلسات المغلقة للوصول إلى بيان ختمي استغرق تحضيره ساعة قبل الجلسة المعلنة وساعات من النقاش السري حقيقة كانت تراكمات عديدة ولسنوات طويلة من بدء الثورة الإيرانية وهناك دائما منغصات في هذه العلاقة كل الدول العربية وافقت على البيان عدا لبنان رفضت أو اعترضت على البيان أما فيما يتعلق بالقرار لبنان امتنعت عن القرار وكان هناك موافقة كافة الدول العربية على مشروع القرار إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة فيجب عليها أن تتعامل مع جيرانها على مبادئ حسن الجوار عدم التدخل في الشؤون الآخرين وإذا استمرت على نهجة هذا العدواني الطائفي الداعم للإرهاب والعنف فستواجه معارضة من الدول العربية كان هناك دعم كامل لموقف المنطقة العربية السعودية حتى يعني حسب حل نفسي أن أقول حتى العراق كان عندهم ملحظات لكن أي كان فيه أي مشكلة لبنان كان فيه مشكلة فعلا لأن فيه في ذكر كلمة حزب الله حزب الله في الحكومة اللبنية فكان فيه حركة على لبنان لكن الدعم كان كامل كما هو متوقع حسم العرب موقفهم في بيانهم الختمي قالوا كلمتهم ومشوا من مقر الجماعة العربية في القاهرة مالك شريف قناة الجديد أعلن وزير الخارجية جبران باسيل خلال ألقائه كلمة لبنان في الاجتماع الوزري العربي أن مشاركة لبنان في القمة هي تعبير عن التضامن مع السعودية جراء الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوباسية والقنصلية في إيران مضحا أن لبنان في الوقت ذاته لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة للبنان نصيبه في بيان وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم الاستثنائي البيان تضمن إدانة لتدخل حزب الله اللبناني في الشؤون البحرينية بندن سعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جاهدا لحذفه باسيل كان قد جدد في كلمته في الجلسة المغلقة موقف لبنان الداعم للحوار وللتقارب بين المتخاصمين مع تسجيل الاعتراض على مبدأ التدخل في شؤون الدول أيا كانت في المحصلة صدر البيان بإدانة لحزب الله فاعترض باسيل أما القرار الذي لم يتضمن أي ذكر للحزب فكان موقف لبنان النأي بالنفس اليوم قتينا إلى الكاهرة إلى جامعة الدول العربية اللي كانت تضامن مع المملكة العربية السعودية ضد الاعتداء اللي حصل لبعثات الدبلوماسية والأنصلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا التزاما من لبنان باتفاقات الدولية ورفض انتهاك حرمة أي سفارة أو بعثة دبلوماسية وخاصة إذا كانت للمملكة كذلك الأمر التزاما بمساء جامعة الدول العربية إنما تشعب الموضوع إلى أكثر من ذلك والاشتباك الإيراني السعودي والاشتباك الكبير في المنطقة أدخل أمور تانية لبنان أخذ قرار بسياسته الحكومية بالابتعاد عن هذه المشاكل وباعتماد سياسة الامتناع والنأي بلبنان عن هذه الأزمات وهذا يلي قمنا فيه من دون ما نعطل الإجماع العربي والتضامن العربي وقف التضامنية مع المملكة ولكن بإعطاء الأولوية لوحدتنا الوطنية ولوحدتنا الداخلية يلي تبقى الأهم لبنان بقرار مجلس الوزراء العرب امتنع عن التصويت ونقى بلبنان عن الأمر والبيان الذي ذكر حزب الله اللبناني وربطه بأعمال إرهابية طلبنا إزالته ولذلك اعترضنا على البيان إشارة إلى أن القرار والبيان شهداش بها إجماع باستثناء لبنان في اعتراضه ونأيه بنفسه وتعليقا على موقف لبنان في مجلس وزراء الخارجية العرب اعتبر رئيس الحكومة مام سلام أن موقف الوزير جبران باسيل كان ممتازا وقال في تصريح للجمهورية أنه موقف الحكومة وهو جيد طبعا لقد كنت على تواصل مع باسيل قبل أن يتوجه إلى القاهرة وكن على اتصال مباشر معه هناك وشدد سلام على أن الحوار كان وسيبقى معبرا إلى كل الحلول المرجوة بما يضمن مصالح اللبنانيين على كل المستويات والخروج من مسلسل المآزق التي نعيش آملا في أن تكون جلسة الحكومة الخميس منتجة بإجماع الوزراء وحضورهم جميعا خلال الاجتماع الوزري العربي غاب أعلام العرب لصالح الصحفيين المصريين تقرير آخر لمالك الشريف في اجتماع للعرب غاب أعلام العرب لصالح المصريين وحده ذاك الصحفي الروسي غارق وسط الإعلاميين المصريين المشاركين في تغطية الجلسة إجماع العرب على الاجتماع طرح في أرويقة جامعة الدول العربية أسئلة لم تجد إجابات وافية ماذا بعد الإجماع؟ أين يصرف الاتفاق؟ اتفق العرب على أن يتفقوا في مواجهة إيران فكيف ستكون المواجهة بعد ورق البيانات؟ في حال وصلنا إلى إجماع عربي كيف يمكن أن يصرف هذا الإجماع؟ يصرف هذا الإجماع من خلال كل دولة بتطبق القرار كما تراها أن تجري اتصالات كل دولة حسب إذا كانت هناك دولة سين معينة لديها علاقات جيدة مع تهران أن تحس تهران على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية بالاتفاقية في إينا هناك علاقات يجب مرعاة هناك علاقات حسني جوار الوزير الخارجي العراقي بنفسه قال هناك مشتركات بين الدول العربية وإيران يجب تعززها هناك علاقات بين الشعوب يجب الحرص عليها ولكن المس بمسل هذه المصالح يضر أمن دول المنطقة كبير العراق وعمان اللي هن دولتين على علاقة جيدة مع إيران شو ممكن يعملون العراق وعمان دولتان يضف إليهم دولة ثالثة وهي الكويت مرشحي إلى أن يلعبوا دور الوساطة للتهدئة بين طهران وبين الرياض نظرا لما تتمتع به العراق من علاقات قوية مع طهران خصوصا بعد نظام بعد سقوط نظام صدام حسين والتواجد الإيراني الكامل سواء كان في الميدان أو بالقرار السياسي في الشأن الداخلي العراقي كل الأنظار إلى العراق وعمان إذن دولتان يعول عليهما في تقريب وجهات نظر تباعدت أكثر بعد اجتماع العرب وبيانهم الممهور بموافقة عراقية وعمانية أيضا إيران تؤكد أنها لن تسمح للسعودية بعرقلة المحادثات السلمية لحل الأزمة السورية على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اجتمع المبغوث الدولي الخاص إلى سوريا استيفان ديمستورا في العصم الإيراني تهران التي يزورها رسميا مع وزير الخارجي الإيراني محمد جواز ظريف وبحثا معا في تطورات الملف السوري والوضع الإقليمي ونعكاسات التوتر الأخير بين تهران والرياض على الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية في خلال اللقاء اتهى مظاريف مجددا السعودية باستعمال خلافها مع تهران للتأثير سلبا على محادثات السلام السورية واصفا سياسات الرياض الإقليمية بأنها مثيرة للتوتر وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بأن تترك التوجهات السعودية المثيرة للتوتر أثرا سلبيا على تسوية الأزمة السورية ومحادثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا وأن تتفاقم مشاكل الشعبين السوري واليمني وكذلك أوروبا بسبب هجرة المواطنين السوريين المظلومين إلى هناك ديمستورا بدوره أكد أنه يبذل جهود مكثفة للتوصل إلى قوائم موحدة للجماعات المغارضة المختلفة نظرا إلى تنوع الأطياف والمكونات الاجتماعية والسياسية والعرقية والدينية والمجتمع المدني والمحافظات ولفتا إلى أنه يعتبر دوما دور إيران في معالجة الأزمة السورية بأنه بناء وتأتي الزيارة ديمستورا إلى تهران في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وسوريا ولبنان وقطر تمهيدا لاجتماع أطراف النزاع السوري المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في جينيف من هو الإرهابي أبو طلحة العنصر الأساس في تفجيري برج البراجينة والذي أوقفته قوى الأمن الداخلي خالد زين الدين سيف الدين المعروف بأبو طلحة أصبح في قبضة قوى الأمن الداخلي بعد أن ذهمته القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الشقة التي كان يختبئ فيها في القبة في ترابلس وهو العنصر الأساس في المجموعة الإرهابية التي نفذت تفجيري برج البراجينة وحاولت تنفيذ تفجيرات متزامنة في شمال خالد زين الدين هو أحد أفراد الخلية الأساسيين التي كانت تقوم بتصنيع الأحزم الناسفة وتجهيزها لتسليمها للانتحاريين وتشير المعلومات إلى أن أبو طلحة مرتبط بأحد أمراء داعش في محافظات الرقة السورية وعمل سابقا مع خلية عصون في منطقة الضني شمالي لبنان التي تمكنت القوى الأمنية من تفكيكها منذ فترة طويلة وهو كان ينوي تنفيذ عملية أيضا في جبل محسن شمال البلاد بالتزامن مع تفجيري برج البراجينة كما أنه مرتبط بشكل أساسي بالإرهابيين إبراهيم الجمل وبلال البقار وجاء في بيان قوى الأمن أنه بعد المتابعة والرصد الضغيقين قامت القوة الضاربة في شعبة المعلومات فجر الأحد بتنفيذ عملية نوعية في منطقة القبة في ترابلس وأدت إلى توقيف أبو طلحة وهو من موليد 86 والتحقيقات جارية معه بإشراف القضاء المختص ومع توقيف أبو طلحة تكون قد اكتملت دائرة الشبكة الإرهابية التي خططت لتفجيري البرج وكانت تخطط لتفجيرات أخرى هدفها زعزعة الأمن شهادات حية من مضايا السورية تسلط الضوء على واقع الحال في تلك المنطقة المحاصرة هنا أيضا مضايا السورية المحاصرة ناسها في هذه المشاهد لا يشبهون صور الهياكل العظمية التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة قياسية من مضايا المحاصرة التي أظهرت تقارير معاناة وجوع أهلها المحاصرين خرجت مقاطع فيديو أخرى جرى تناقلها وأيضا بسرعة قياسية وأظهرت وجود بعض من مؤن فيها وإن بنسبة متفاوتة بين منطقة وأخرى وبأسعار متفاوتة أيضا ماذا اليوم؟ لو إيه ب13 لو إيه ب13 ماذا عبقى جيل معونيك؟ ماذا عبقى جيل؟ ماذا عبقى جيل؟ مش اليوم عشرة شهر عبقى جيل والرز ويبيعوا بـ 80-90 وراء جماعة المعارضة وجماعة الترتلية والحرمية وكتر نهيك مثل ولكنني أردت بـ 90 ألف ألف وقاً... نعم 524 لراء مش عبقى جيل وراج راجعة 5 ألف لراء وقاها بتخبير راجعة وراجعة 5 ألف لراء وقاها ترتفعنا وقاها ترتفعنا معارضة التي تتسببت له هذا السبب مقاطع الفيديو هذه تؤكد ما هو مؤكد إن لعبة الأطراف المتنازعة لا تتوقف عند حد ووقودها دوما المدنيون العزل أطفالا ونساء وعجز الانحلاق قناة الجديد أهلا بكم من جديد في زيارة إلى السعودية التقى رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان الرئيس سعد الحريري جرى خلال اللقاء التركيز على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت قد أطلع الحريري سليمان على الاتصالات والجهود المبدولة لهذا الهدف وكان سليمان قد اجتمع بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة وقد شدد سليمان خلال اللقاء على الدور المحوري للمملكة في مكافحة الإرهاب والعمل الدؤوب على تشفيف منابعه شاكرا لها دعمها الدائم للمؤسسات الدستورية والأمنية في لبنان ورأى أن سياسة الحوار والتروي وعدم التدخل في شؤون الدول هي أفضل الحلول لإرساء السلام بين كل المجتمعات والدول كذلك شكر سليمان المملكة على دعمها الدائم لتحييد لبنان عن صراعات المحاور هل تجرى الانتخابات البلدية المقبلة في موعدها المحدد أم يكون مصيرها كمصير الانتخابات النيابية وتشهد التمديد الثاني لها تحقيق حليمة طبيعة عام 1963 جرت آخر انتخابات للمجالس البلدية في لبنان قبل اندلاع الحرب الأهلية وكانت ولاية المجلس البلدية يومها أربع سنوات مدد لهذه المجالس للمرة الأولى عام 67 وكانت أبرز الأسباب الموجبة يومها قانون انتخابات سيء ومن ذلك التاريخ استمر تمديد السنوي للمجالس البلدية حتى عام 98 حين جرت أول انتخابات بلدية بعد الحرب الأهلية واتفاق الطائف عام 2010 أجريت الانتخابات البلدية في موعدها رغم مطالبة عدد من النواب بتأجيلها واليوم تسود الأجواء السياسية موجة توافق وتقارب بين القوى من الثامن والرابع عشر من أذار حول ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد أي في أيار 2016 فهل تصدق الطبقة السياسية هذه المرة؟ يعني إذا بدنا نطبق الأنون مثل ما هو ضروري تحصل الانتخابات بموعدها عاك الحال إجرائيا الانتخابات تدعى الهيئات الناخبة لقلها بقرار من وزير الدخلية مش بمرسوم مثل الانتخابات النيابية وأغلب الظن أنه وزير الدخلية رح يمارس وجباته وصلاحياته رح يدعي أنا ما بعتقد فيه مبرر للتمديد للبلديات أصلا ما كان فيه مبرر كافي للتمديد للمجلس النيابي ولكن حصل التمديد وهلأ ما فيه مبررات للبلديات وربما قد يحصل أنا أتمنى أن تكون فعلا القوى السياسية اللي عبرت عن رغبي بأنه ما تمدد للبلديات أنه تبقى صادقة بنواياها وتعبر عنها للآخر وبحال تم التوافق على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ما الذي يحول دون اتفاق القوى السياسية على إجراء انتخابات نيابية أقله فرعية في جزين لسيما أن قانون الانتخابات البلدية ليس أفضل بكثير من قانون الانتخابات النيابية إذا حصلت الانتخابات البلدية فالسؤال الأبرز اللي رح ينطرح ما زال قدرتوا تعملوا انتخابات بلدية يعني فتوا على الضيع وعلى البلدات وعلى المدن بتفاصيلها الدقيقة ليه ما بتكون تعملوا انتخابات نيابية خليها تكون الانتخابات البلدية ما تخلى انتخابات نيابية فورية هل القوى السياسية كلها رح تكون صادقة بالنوايا اللي عم تحكي عنها بأنه تروع على انتخابات بلدية أم أنه بالربع ساعة الأخير رح تجي تقول أنه مثل ما صار بالنيابية نعمل بالبلدية ومثل ما ما قدبنا نعمل انتخابات فرعية بالجزين ما نعمل انتخابات بلدية على مستوى لبنان كله وبحسب باروت فأن التمديد للمجالس البلدية لا يتم إلا بقانون صادر عن مجلس النواب وقد يكون غير دستوري أيضا وليس بقرار من وزير الداخلية ولا بتدبير من الحكومة فليجتمع المجلس النيابي الذي لا يجتمع لانتخاب رئيسا للجمهورية كما اجتمع للتمديد لنفسه مرتين فيمدد للمجالس البلدية حلم طبيعه قناة الجديد وفي الإطار أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها حتما وأنه ليس في وارد القبول بأي تمديد للاستحقاقات المقبلة وكشف في حديث لصحيفة المستقبل أنه بدأ الأعداد لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في جزين في اليوم نفسه الذي ستجري فيه الانتخابات البلدية والاختيارية بحيث تخص ثلاثة صناديق للاقتراع في كل قلم من أقلام دائرة جزين واحد للبلدية وثاني للاختيارية وثالث للنيابية مشهيرا إلى أنه لمس تأييدا من جانب كل المسؤولين ورؤساء الكتل الذين التقاهم حتى اليوم فرع المعلومات يعتقل الشابين في صيدا بناء على طلب من المفتي سليم سوسان والسبب مشاركة تعليق على فيسبوك التعليق الذي يكتب حاليا يقول التالي دع المفتي سليم سوسان لحملة تبرعات في مساجد صيدا مرتين خلال حرب غزة عام 2014 الأولى خلال شهر تموز والثانية في شهر أب وفي أربع أيلول 2014 سلم المفتي سوسان التبرعات المالية التي جمعت من مساجد صيدا خلال شهر أب وكانت بقيمة 56136 دولار وبحضور إعلامي ولم يسأل أحد عن التبرعات التي جمعت في المرة الأولى خلال شهر تموز والتي بلغت 66500 دولار ذلك لأن المفتي سوسان وضع المبلغ في حساب خاص باسمه واسم زوجته في شهر أب 2014 في بنك البركة في صيدا حذاري من مشاركة هذا التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي إذ قد يؤدي بك إلى الاعتقال من قبل فرع المعلومات فهذا ما حصل مع الشبين يوسف كليب ومحمد فناس في صيدا يوسف محمد لم يكتبات تعليق بل قام بمشاركته فقط على صفحتهما ولم تنضي ساعات على كتابته حتى بدأت التهديدات أزال يوسف محمد التعليق لكن فرع المعلومات قام باعتقالهما بناء على طلب من المفتي سوسان ولا يزالان قيد الاعتقال حتى هذه الساعة إذا بدك تعتبره فينا نعتبره يعني إذا بدنا نكبر الموضوع نعتبره إدعاء على هذا المفتي اليوم لما يصير فيه إدعاء على هذا المفتي عم نحكي قانونياً وبالقنوات القضائية السليمة أنه اليوم هيدا الزلمة سأل شخص معين بمبلغ مالي فمفروض الأجهزة الأمنية تتحرع عن الموضوع هل صحيح أن المفتي سليم سوسان متورط بهذه الخبرية؟ إذا مظبوط متورط للمفتي سليم سوسان يحاكم أو يجرم المفتي سليم سوسان إذا لم يظبوط ويوسف يقدم بلغات كاذبة أو ينشر بوست أو ينشر بوست كاذبة على الفيسبوك نحنا كمان مع أنه يوسف يحاسب على هذا البوست اللي حطه قدام الرأي العام ولكن اللي صار أنه بدون تحرر بدون شيء أول ما نحط البوست على الفيسبوك وبطريقة مثل ما قلت لك طريقة غريبة كتير ومافيوية الأجهزة الأمنية أو فرع المعلومات بطبوا على يوسف يوسف كان قاعد بمحل بمكان عام بطبوا على يوسف وبطريقة يعني بيحاولوا أنهم هنه يدهلزوا عليه وبيخدوه معهم يعني ما حتى يوسف ما حتى لاحق لا يحكي على التليفون ما حتى لاحق يعمل شيء لا شيء يؤكد صحة المعلومة حول اختلاس سوسان لأموال التبرعات لكن الجرم المرتكب لا يتعضى القطح والذنب في حال عدم ثبوت صحة المعلومة إذن لما يقدم فرع أمني على اعتقال شابين بناء على تعليق بالرغم من هذا الشيء مع أنه شاري البوست عن الفيسبوك وبرجع بكرر بقول أنه هي مجرد بوست يعني لا أكتر ولا أقل يعني عملها شار عملها شار ولكن نحن يعني اليوم نحن ببلد ببلد بلبنان أنه نحن نزعم أنه عندنا حرية التعبير عن الرأي هذا بالمظهر هاك ولكن بحسب هالممارسات وتاريخيا يعني من زمان لهلا في كتير ممارسات للأجهزة الأمنية وللدولة بتدل أنه هيدا الشيء مزيف نحن إذا بدك تعتبره بنعتبره مختطف عن جهاز المعلومات يقول المثل لكل مقام مقال أو تعليق فيسبوكي ربما في صيدة بات المثل لكل مفتن فرع أمني أدم شمس الدين قناة الجديد موسم التزلج وصل لصورة تعكس وجهة لبنان الجميل من أعالي كسروان وأخيرا وبعد تأجيل انفرضته الطبيعة افتتح موسم التزلج في لبنان في منطقة كفردبيان فاستعادت المنطقة الحياة التي تنتظرها في كل موسم خاصة مدربو التزلج وهم أبناء المنطقة فهذا الموسم كفيل بدفع مستحقات تحملها العائلات معها في انتظار بدء العمل على الحلبات هيدا الموضوع هيدا اعتماد وركيزي للمنطقة وللي عم يتعلم لأنه هيدا يجي عمورسكي إذا ما في حد يعلمه رح يكون عم يتعذب كتير وراح يكون في ريسك وخطر عليه وهو اعتماد أساسي لكل مدربو كان من المنطقة وبركتنا اكيد مصدر رزق مية بالمية ونحن مننتكل على السياحة الخارجية اللبنانية خير وبركة بيكفونا بس زيادة الخير خير خليني يشرفه وقل له الله عزمه المتزلجون جاءوا من جميع المناطق للبدء بنشاط موسمي ينتظرونه من سنة إلى أخرى سنوبورد أسهل بكتير من أين ناحية؟ لأنه السكي بدك كتير تكنيك وبدك تتعلمي عن زغار وبدك تعمل كتير براكتس السنوبورد مرتين ثلاثة السنوبورد بتطلع أي وين ما كان هالعصفتان ناطرينه جديد لازم يهدي التلج لامارس بتخيل إن شاء الله وحتى البعض جاء ليستمتع مع أطفاله بالقلج التأس كتير حلو بجنن وجنة كتير مبسوطة هدي أول مرة لأي لها بالتلج فكل العالم عم يونو سكي مبسوطين والتأس بجنن كيف 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 جدا كيفية التلج مقبولة ومنحة وأطرافها ما في خطورة يعني إنه للناس إذا ظهروا إياه عم نشوفه إنه التأس كتير مني تلج نوعية ممتازة بس نطلب من المتزلجين يلتزموا بالمدارج يلي نحنا فتحينا هيدون عم نشوفه نعاطف أف بيستو بمكان خطر هلا إذا بتطلع إلى فوق تشوف الفليات كلها اللي حطينا مع البيستور عكل خمسة وعشرين متر ووقف واحد عم بينبه الناس ما ينزلو عم بيبرموا ورا الجبل ويطلعوا ماشي وينزلوا بهيد المنطقة في صخور يعني مثل ما شايفين وأثناء جولتنا صادفنا الفنان معين شريف الذي جاء ليتعلم التزلج بعد سنوات مقاطعة لأسباب مشروع إذا بيعلموا فوق الأربعين سنين بيعلموا كله بتعلموا سكي أنت بتعلموا سكي؟ لا أنا حاولت مرة بسنة التسعين وراحت أجر هيك وأجر هيك ومن سنوات أحلفت وهلا شو جاي تعمل اليوم؟ بدي أرجع حاول بدي أرجع حاول مع المدرب اليوم هذا البياض اللي أنت شايفته هذا قلب الشعب اللبناني ها فينا نخلط شوية سياسي بالموضوع؟ لا ما كتير ما كتير؟ شوية هذا القلب الطاهر لها الشعب اللي بعده لحدها اللي عم يتحمل أرف الفساد السياسي إذن بدأ الموسم ومعه جاء الخير ليخيم على منطقة أعالي كسروان وأهلها وطال معه لبنانيين ينتظرون تساقط التلج طلاب لبنانيون يخترعون حقيبة سفر ذكية تسهل أمر المسافرين ويفوزون بجائزة أفضل اختراع للعام لم يعد هناك من حاجة لتلاحق حقيبة سفرك فقد أصبحت حقيبتك تلاحقك متبعة خطواتك في أي مطار في العالم هذا هو مضمون اختراع خمسة شبان لبنانيين لا تتجاوزوا أعمارهم الستة عشر ربيعا خرجوا بفكرتهم في أثناء تواجدهم في مطار دبي بعدما لاحظوا الجهد الذي يبذله المسافرون في جر أو حمل حقائب سفرهم فعادوا إلى لبنان لينفذوا الفكرة امترات لنا الفكرة أن نعمل لشان تبطر حقك لحالة لباحنا الجولد ميدل وكمان The title of the best invention of the year يعني كل الأعمار وهناك الأعمار كان من الأفريج كان شي 30 سنة ونحن عمرنا 16 سنة وربحنا The best invention وما عليك إلا أن تزود هاتفك ببرنامج هذه الآلة أو تضع سيوارا في رجلك لترتاح منعناء حمل أمتعاتك باختراع لبناني 100% صفحة أخبار دولية في هذا التقرير بطلب من إسبانيا ونيوزيلندا يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات المغلقة الاثنين المقبل لبحث الأوضاع في مضايا والفوعة وكفرية البلدات السورية المحاصرة التي تحاول منظمات إغاثية إدخال مساعدات إنسانية إليها ويشارك في الجلسة أعضاء المجلس الخمسة عشر ولكن لا يتوقع صدور أي قرار في ختامها يأتي الإعلان عن عقد هذه الجلسة بعيد تأكيد اللجنة الدولية للصديب الأحمر أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات الثلاث المحاصرة لن يبدأ قبل الأحد بسبب التعقيدات التي تعتري هذه العملية أعلن المرسد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتل الغارة الجوية التي شنتها الطائرات الروسية على بلدة معارة النعمان ارتفع إلى 57 وإن الهدف كان مبنى يضم قاعة محكمة وسجنا تابعا لجبهة النصرة ومن بين القتلى 23 من أعضاء النصرة وثلاث نساء وطفل على الأقل وتقع بلدة معارة النعمان جنوب محافظة إدلب وتخضع لسيطرة الفصائل المقاتلة منذ نهاية العام 2012 بثت البحرية الأمريكية شريطا مصورا بالأبيض والأسود قالت إن مروحية أمريكية صورته ويظهر سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تطلق صواريخ غير موجهة أواخر الشهر الفائد قرب سفن حربية من بينها حاملة الطائرات الأمريكية هاري أسترومن في مضيق هورموز إيران نفت إطلاق تلك الصواريخ وقال متحدث باسم الحرس الثوري إن هذا الاتهام الكاذب بمثابة حرب نفسية إلا أن البحرية الأمريكية أشارت إلى أن الصواريخ أطلقت داخل ممر لحركة الملاحة البحرية معترف به دوليا أثناء عبور سفن مضيق هورموز متجهة إلى الخليج أرسلت الولايات المتحدة طائرتين قاضفة من طراز بي 52 في طلعة جوية منخفضة الارتفاع فوق أراضي حليفتها كوريا الجنوبية في استعراض للقوة في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الأربعاء الماضي وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الطائرتين مقاتلتين انضمتا للطائرة بي 52 إحدهما أمريكية والأخرى كوريا جنوبية وأوضح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن الرحلة تظهر قوة التحالف وإمكانياته طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب بالاعتذار بعدما طرد أفراد الأمن إمرأة مسلمة شاركت في احتجاج صامت من تجمع انتخابي مؤيد له في ولاية ساوث كارولينا كما أطلق الحضرون ضدها صيحات استهجان وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض صورة إمرأة مسلمة تتعرض للإهانة وتطرد من تجمع سياسي تبعث برسائل مخيفة للمسلمين الأمريكيين ولكل من يقدروا لتقاليد أمتنا في التنوع الددي والمشاركة المدنية وذكرت سي أن 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 روز حامد وهي مضيفة جوية في السادسة والخمسين وقفت في المدرج وراء ترامب مباشرة حين أشار إلى أن لاجئين سوريين ممن فروا من العنف في بلدهم على صلة بمتشدد داعش بعض أفلام الكارتون تحول أحلام أطفالكم إلى كوابيس تقرير شادي خليفة لساعات طويلة يتسمر أولادكم أمام شاشات التليفزيون ليشاهدوا أفلام الكارتون وبالكم مطمئن إلى أنهم في أمان يتسلون ويستفيدون مما يشاهدونه ولكنكم لا تعلمون أنكم تسلمون أولادكم لصناع أفلام يزرعون الرعب في لوعي أطفالكم من خلال مشاهد لا يجدر بهم رؤيتها موقع رولينغستون أورد المشاهد الأكثر رعباً في تاريخ أفلام الأطفال والتي شكلت محور كوابيسهم ليلاً والبداية تعود إلى عام 1939 إذ يبدو أن مشاهد إدرام النار بالآخرين ليست جديدة عند داعش بل بدأت بأفلام الكارتون حينذاك في فيلم The Wizard of Oz هذا عدا مشاهد القردة التي تطير وتتالت المشاهد المخيفة في الأربعينيات مع فيلم فانتازيا ومشاهد الوطويد السوداء مع العيون الصفراء المخيفة ومشاهد النار وكأنها جهنم واستمر الخوف في مشاهد أفلام الأطفال منها مشهد بوترايد من فيلم ويلي وانكا وعام 1978 كان مشهد الدماء في فيلم Watership Down وبعدها بست سنوات كان فيلم Gremlins ومشهد عراك في المطبخ فيه أيضاً دماء وقتل ومشاهد لطليق بطفل أن يراها وصورة الجدة الطيبة في ذهن الصغار قد تكون مرعبة في الأفلام المخصصة لهم كما نرى في فيلم بيويز بيج أدفانتشرز عام 1985 ودهس شخص بات أمراً ملحوظاً في الأفلام بعد هذا المشهد من فيلم وفريم رجر رابط عام 1988 ومن أبرز الأفلام للصغار The Little Mermaid وفيه مشاهد محاولة تخلص من الحرية أقل ما يقال عنها بالنسبة إلى الصغار بأنها مخيفة وسؤال بسيط أليس مشهد Behind the Mask من فيلم The Witches مرعب؟ ونكمل مع الفيلم الشهير توي ستوري والعنف الذي يمارسه الصبي بحق ألعابه وما قد يولده هذا في ذهن الطفل المشاهد أما سلسلة هاري بوتر التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة فهي لا تخل من مشاهدة بين القبور وعظام ورعب لا يتحمله الكبار فكيف الصغار؟ هذا عدى الرسم المخيف لشخصيات وأبطال بعض الأفلام منها في فيلم كورالاين وغيرها ومن هنا بات عليكم التأكد من أفلام الكرتون وما تحتويه من مواد قبل تسليم أولادكم لها لساعات وساعات عنوين صحف اليوم الاثنين احدى عشر كانون الثاني والبداية مع صحيفة النهار القوات يبلغ قوى 14 أذار ترشيحه عون السعودية إيران تربط رئاسة لبنان بالمنطقة العرب يدعمون السعودية في مواجهة إيران ولبنان يتفرد بالامتناع عن التصويت تراجع في مستوى التفاؤل بنعقاد جناف السوري في موعده فرنسا تكرم ذكرى ضحايا اعتداءات 2015 وسط حضور محدود لسكان باريس في السفير أسبوع الترميم حزب الله المستقبل الحوار الوطني والحكومة هكذا سقط العقل الأمني لخلية تفجيري البرج طهران قطع العلاقات الدبلوماسية كان مخططاً لها السعودية تنتزع دعماً عربياً واسعاً ضد إيران دمشق توافق على موعد المفاوضات وتنتظر قائمة الأسماء ضريف السعودية تحاول تعطيل الحل السوري ننتقل إلى الأخبار لقاء ثاني بين الحريري وفرنجي بغداد تخذل طهران لبنان وحيداً في الجامعة نتنياهو يحتفي بالفشل ويتوعد فلسطيني 48 بالحرمان في الأنوار اليوم ترحيل النفايات مهدد بالفشل حوارات اليوم هدفها استمرار التواصل العودة إلى التزلج 57 قتيلاً في غارة روسية على تجمع في معارة النعمان الحكومة اليمنية تتوقع تأجيل المحادثات أياماً نقرأ عنوين الديار عون يسعى للحصول على 65 نائباً منهم 9 قوات وأربع كتائب ومستقلون بدءوا حسابات الأصوات داخل المجلس وعون يتمنى على جعجع سحبة ترشيحه سلام تعهد أي قرار تقف ضده مكونات لن تقره الحكومة أحد مدبري تفجيرات الضاحية في قبضة الأمن وزراء الخارجية العرب يدينون اعتداءات إيران لبنان تحفظ وامتنع عن التصويت إلى المستقبل سليمان يلتقي خادم الحرمين الشريفين شاكراً ومتضامناً بري لكتلة الحرية إذا انسحب جعجع لعون المشنوق للمستقبل فرعية جزين والبلديات معاً مجلس الجامعة يدين تدخلات إيران ولبنان يمتنع عن التصويت العرب مع السعودية بالانتقال إلى البناء الرياض تخسر جولة عزل طهران دبلوماسياً خليجياً وعربياً وإسلامياً ودولياً تصويب سعودي من الجامعة العربية على المقاومة ولبنان يعارض حزب الله من دافع عنهم سيخسر معهم أمراء الخسران من اليمن إلى لبنان وزراء الخارجية العرب لا إجراءات مشتركة ضد إيران إلى اللواء إجماع عربي على التضامن مع السعودية وإدانة التعديات الإيرانية لجنة ربعية لمتابعة التطورات مع طهران لبنان يعترض على إدانة حزب الله بالارتباط بالإرهاب في البحرين سلام متفائل بجلسة الخميس والتهديدات على طاولة المستقبل الحزب صدمة في بيروت باسيل ينفرد بالاعتراض على قرار إدانة إيران في البلد لبنان ينأى عن إدانة إيران والحكومة على محكي الحوارين اليوم وحدة طارئة ديمستورة في طهران والمساعدات تدخل مضايا اليوم الأمم المتحدة تدفع محادثات صنعاء في الجمهورية سلام للجمهورية لن نتفرج على الانهيار لبنان يدعم السعودية ولا يصوت ثورة في انتخابات الرهبنة المارونية في الحياة الجامعة تندد بدور طهران الطائفي ولبنان يعترض على ذكر دور حزب الله وباكستان تهدد برد قوي لصد أي اعتداء على السعودية إدانة عربية جماعية للاعتداءات الإيرانية ولجنة لمواجهة التدخلات ديمستورة يؤكد لطهران التنوع المذهبي لوفد المعارضة والنصر توقف أعلاميا التقى الجولاني لقاء أمريكي وروسي يمهد لمؤتمر جناف من دون شروط في الشرق الأوسط الوزاري العربي أكد التضامن الكامل مع السعودية وأمهل طهران شهرين قبل الانتقال لخطوات إضافية ربعية عربية تنقل التجاوزات الإيرانية إلى الأمم المتحدة ولي ولي العهد السعودي التقى في إسلام باد نواس شريف وقائد الجيش باكستان تهدد برد عسكري يفاجئ أي متأمر على السعودية تنسيق مع السعودية ومصر والأردن لعقد مؤتمر دولي للسلام وخطوات لإنهاء الانقسام الداخلي الرئاسة الفلسطينية مسار جديد لإدارة الصراع مع إسرائيل خلال أسابيع وخادم الحرمين يستقبل ميشيل سليمان ويبحث معه المستجدات اللبنانية كان في العنابيين وزراء الخارجية العرب دانوا لاستفزازات الإيرانية وتدخل حزب الله في البحرين من حل المواقف بتاعت الدول كان هناك دعم كامل لموقف المملكة العربية السعودية وبسيل يعترض اللي ذكر حزب الله اللبناني وربطوا بأعمال إرهبية طلبنا إزالته ولذلك اعترضنا على الإيرانية شهادات من داخل مضايا طرعوا معقونة تبقتنا وفاتوا طربونا وقعدوا معقونة المعلومات تقبض على العقل المدبر لتفجيري البرج فرعوا المعلومات في خدمة المفتي سوسان نحن إذا بدك تعتبره نعتبره مختطف عن جهاز المعلومات ختم نشر شكرا للمتابعة نلتقي في مجاز العاشرة ونصف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة